منذ بداية هذا الأسبوع دخل تلامذة أغلب المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بسفاقز في إضراب مفتوح احتجاجا على عدم استجابة وزارة الإشراف لمطالبهم المشروعة على حد تعبيرهم والمتمثل أساسا في إعادة اعتماد النظام الثلاثي والأسبوع المغلق احنا دخلنا في إضراب مفتوحة نتو من أول الجمعة على خاطر عادنا برشة مطالب اللي هي من قداية من عمنا ونطالبوا بيها وطالبنا بقالة الوزير الأقديم على خاطر هالمطالب أما قينا رويحنا مع نفس القرارات أما مع وزير جديد احنا نطالبوا بش ترجع ثلاثة ثلاثيات وترجع نظام العطل كيف كي مقبل ومتطابقة مع الجمعات وترجع سومين بلوكي هنا حاجة معناتها هذه عطلة اشتاء معناتها احنا كنا نعديوا دفورات بش نرتيحوا بعدها نرتيحوا شوية نبدلوا شوية الروتين الريتم تحت القرارة بش نرجعوا معناتها عم بلان فهم بش نعديوا ونقرأوا حوي جدد تولينا لا معناتها اللي نقرأوا في العطلان كلنا عودوا وراجعوا بش بعد الباكنس ديريك نرجعوا ونعديوا لدفورة على بعضهم والشي على بعضهم معناتها خلنا في ضرب مفتوح من هر الاثنين حتى لين يحقونا ما طالبنا الأساتذة من جهتهم أكدوا مساندتهم للمطالب التي ينادي بها التلاميذ مطالبين سلطة الإشراف بفتح باب الحوار وإيجاد الحلول الجدرية لهذه المسألة في أقرب الآجل الموقف متاعنا طرحنا عن طريق النقابة قلنا أنه مش يجيب فينا تعب لنا أحنا أكثر دفورات لكن إذا كان فيها رحل التلميذ ذونك خدمنا وعملنا مغير ليوم ما لاحظنا أني رجعت المشكلة طرحت من جديد التلامذة معناتها رقعة متاع الاحتجاجات كبرت ومطالبهم اليوم كما قلت لك يقول لك أنا معاش نرتاح نحب نرتاح أتعبت دونك هنا دعوة بكل حب للوزارة وزارة التربية أنه تنظر في الموضوع وتفتح حوار جدي تتواصل احتجاجات التلميذ ضد قرار وزارة التربية الذي اتخذ السنة الفارطة باعتماد نظام السوداسية في الامتحانات وسط غياب كلي لأي تصريحات رسمية بخصوص هذا الإشكال اشتركوا في القناة